فخامة الرئيس محمول عباس أبو ماذل رئيس دولة فلسطين ربطة البطيار كيريوس كيريوس ديوفيوس الثالث بطيار المدينة المقدسة وسائل أعمال فلسطينة والردن أصحاب السيادة الأساقفة والأباء الأجلاء الأهل والأشقاء في فلسطين السمود الحفل الكريم يشرفني أن أنقل لكم تحيات مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثالث حسين المعظم حفظه الله وتهنئت جلالة للشعب الفلسطيني الأبي المغوار وأهلنا في فلسطين التاريخ بمناسبة إيد الميلاد المجيد سعادة كبيرة أن ينتظرني مولاي المعظم لأشارككم الاحتفال بإيد الميلاد المجيد وشرفني أن أكون هنا في الكنيسة البطنية في الكنيسة العربية الأرخلوكسية أم الكنائس ومهد التسامق والمحبة والتي تحمل المكان عالي في مجداننا وفي التاريخ الكنسي فقرم استمد الفلسطينيون المرابطون عزمتهم على الصمود من هذا المكان العليم الضر دائما للصمود في النضال المشروع من أجل الحق وظلت هذه الكنيسة البطنوسية دورها الطليئ والمحور في المحافظة على الأراضي الفلسطينية وظلت صخرة تتحطن بفعل منعبها وصمودها كل المؤامرات الهادفة إلى تغيير ومع القائم في القدس والمقدسات وقلعة منيعة حصينة في وجه كل محاولات المساس بالقدس وشقيقاتها أرضاً وشعباً وحضاراً وإنها لفرحة كبيرة أن نحتفل بعيد الميلاد المجيد في كنيسة المهد في فلسطين فإذا كان أطفال العالم يولدون يركون فإن أطفال فلسطين يولدون صارحين في وجه الاحتلال وفي صدر كل منهم قلب شجاع وضمير حي ومبدأ لا يحيل عنه ونؤمن أن الاحتفاء بعيد الميلاد المجيد إنما هو احتفاء برسالة المحبة والسلام والعطاء وكل القيم التي جاء بها رسول المحبة والسلام يسوع المسيح ليحملها ويغرسها فينا نعيد إنتاج صورة المحبة في نفوس الجيل وهم يروننا نؤكد من تحدياتنا شموعا تضيء المكان ونرسل الفرح على جباه الأطفال وهم يحتفون بميلاد المسيح فخامت الرئيس أبو ماذل الحفل الكريم لقد ظل الفلسطينيون سدًا منعا في وجه المدد الاستضامي يسجلون أربع صفحات البطورة في التاريخ ويستبدون صمودهم من إرث الآباء والأجداد وعلى خطى الهاشميين الذين يحملون أمانة الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات ويذولون عن حمل قدس في كل المحافر والمنافر ويولون القضية المركزية الأولى قضيتنا الفلسطينية كل الاهتمام فلا يمر موقف أو تعبر مناسبة إلا ويؤكد مولاي المعظم على حق الفلسطينيين في دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشقية ترجمة نانسي قنقر